متابعي قناة انفو تكفريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويارب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة شركة اوبين اي اي نزلت الفترة الاخيرة تو موديلز وداد التو موديلز دول من عائلة جي بي تي 4.1 يعني هما سموا هذه العائلة 4.1 هتلاقي في جي بي تي 4.1 و جي بي تي 4.1 مني وميزة شات جي بي تي نية بتقولك قدام اي نموذج الافضل ايه في الاستخدام يعني جي بي تي 4.1 هو مناسب للquick coding and analysis يعني في حالة لو انت شغال على كتابة كود معين عايز تحليل لبعض الملفات فجي بي تي 4.1 هيكون مناسب وgreat for quick coding and analysis اما بالنسبة لجي بي تي 4.1 مني احنا متعودين مني دايما بتكون النموذج الاقل من النموذج الاساسي فجي بي تي 4.1 مني فاستر مش great فاستر for everyday tasks لأي تسك يومي جي بي تي 4.1 مني افضل تعالوا كده نبص بصة سريع عن شوية فروقات ما بين جي بي تي 4.1 و جي بي تي 4.1 مني و جي بي تي 4.1 مني بالنسبة لجي بي تي 4.0 يلا بينا نبص على هذه الفروقات البسيطة وبعد كده هنروح نجرب 4.1 و 4.1 مني ما ترحوش في اي حتة هنرجع لكم مرة تانية ورجعنا لكم مرة تانية علشان نعرف الفرق ما بين جي بي تي 4.1 و جي بي تي 4.1 مني مني اداء متوازن وكفاءة اعلى بالنسبة لايه بالنسبة لجي بي تي 4.0 ولكن الاكثر تقدما والمور ادفانسد هو جي بي تي 4.1 طبعا جي بي تي 4.1 زي ما قلت لكم ده النموذج الرئيسي والاكثر تقدم يستخدم في ايه؟ اولا عنده قدرة كبيرة جدا على معالجة السياقات الطويلة اللي هو اللونج كونتكست فلو انت عندك ملفات ضخمة الملف ده فيه نصوص بتوصل لمليون رمز ممكن تستخدمها مع جي بي تي 4.1 حيقدر يحلل وحيقدر يعالج هذه الملفات بشكل متكامل تاني حاجة هو متفوق في البرمجة حق نسبة نجاح 54.18 في اختبار الاس دي بي اي بانش مقارنة بجي بي تي 4.0 فهو هنا متفوق على جي بي تي 4.0 لو انت عايز تستخدم نموذج في البرمجة خاص بشات جي بي تي ففي الحالة دي انت حتستخدم جي بي تي 4.1 الاداء القوية للمطوري ايضا هو عنده دقة عالية في اتباع التعليمات خصوصا المهام المعقدة اللي بتتطلب فهم عميق للكونتكست او السياق بيقولك انه هو النموذج الامسل للمشاريع اللي عايزه قدرات تحليلية ومعالجة متقدمة اما بالنسبة لجي بي تي 4.1 ميني النسخة المصغرة من جي بي تي 4.1 تم تصميمها عشان تكون اكثر كفاءة وحرجع اقولك مش اكثر كفاءة اكيد من النموذج المتقدم جي بي تي 4.1 ولكن من جي بي تي 4.0 من حيث السرعة والتكلفة من غير ما يضحي بي الاداء فهنا هو بيتفوق على جي بي تي 4.0 في العديد من المعايير خصوصا في الجزء المتعلق بفهم الصور تاني حاجة اتباعه وفهم التعليمات بالنسبة للتكلفة والسرعة تكلفته اقل بنسبة 83% لو جينا قارنناه بي جي بي تي 4.0 وزمن الاستجابة اقل فبالتالي هو سريع بي 50% استجابة اسرع و83% تكلفة اقل فاعتبارك كويس جدا بالنسبة للونج كونتكست او السياقات الطويلة بيدعم السياقات الطويلة اللي بتوصل لحد مليون رمز وحرجع تاني اقولك هو هيكون مناسب للتطبيقات اللي عايزة تعالج او تتطلب معالجة كمية كبيرة جدا من المعلومات هو توازن نقدر نقول ما بين الاداء والكفاءة يعني بيوفر وفي نفس الوقت كمان استجابته سريعا تعال كده نحط مقارنة ما بين جي بي تي 4.1 و جي بي تي 4.1 مني من ناحية الاداء اداء جي بي تي 4.1 عالي جدا جي بي تي 4.1 مني متوسط الى عالي السرعة بتاعة جي بي تي 4.1 بطيئة لكن جي بي تي 4.1 مني اسرع بالنسبة لتكلفة جي بي تي 4.1 اعلى بالنسبة لتكلفة جي بي تي 4.1 مني اقل بنسبة 83% بالنسبة لاستخدامات المثالية جي بي تي 4.1 اكيد متقدم اكتر فبالتالي عنده قدرة على التحليل للمهمة المعقدة والمتخصصة فمناسب للمشاريع الكبيرة والمعقدة اما بالنسبة للاستخدام اليومي وتفاعلي التطبيقات اليومية والتفاعلية ولو انت عايز سرعة استجابة أعلى وتكلفة أقل فجي بي تي 4.1 ميني هيكون فعال من ناحية التكلفة هنا بيقولك الأداء العالي جي بي تي 4.1 مثال المشاريع المتخصصة أما كفاءة التكلفة فبتناسب المشاريع المتوسطة والصغيرة هيكون جي بي تي 4.1 مثالي بيها يالله بينا كده نبص على استخدامات عملية بسيطة لجي بي تي 4.1 وجي بي تي 4.1 ميني يالله بينا هنرجع مرة تانية لو رحنا لي شاة جي بي تي 4.1 وابتدي تدي له تاسك زي ده أنا عايز أشوف البرفورمنس بتاعه وأداءه هيكون عامل ازاي سؤال بتاع تحليل تطور مجموعة علي بابا منذ تأسيسها في عام 99 لحد دلوقتي ويقيم لي الاستراتيجيات ويحلل لي الدروس المستفادة وحنشوف النتيجة بتاعته طبعا هنا السيرش موجود ديب ريسيرش موجود كرييت ايميج لو رحنا للتلات نقط الكنفاس متاح ان انت تفتح هنا في الكنفاس تعالى نفتح الكنفاس كده وندوس انتر ونبص على النتيجة اللي حيض دهالي طبعا هنا حتلاقي السرعة بتاعته مش هتبقى عالية زي 4.1 ميني ولكن تعالى نشوف الأداء بتاعه طبعا هو مش فحيد ديني على طول الإجابة نقطة نقطة مساكها وعطها لي عالية بقى نبص على نفس السؤال انا حستخدمه مع ال 4.1 ميني طبعا بصوا السرعة سرعة عالية 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 جدا جدا شايفين السرعة أسرع طبعا من 4.1 وأنا شايفة أجابته كويسة برضو يعني هو أيضا مجاوب بشكل جيد جدا تعالى بقى نروح لي 4.0 ونديله نفس السؤال هروح تاني كده نديله نفس عملية التحليل أو الدراسة اللي أنا عايزاها طبعا 4.0 أنا شايفة أبطأ من كل من 4.1 و4.1 ميني لكن بص طريقة الإجابة بتاعته أنا شايفة أن طريقة الإجابة جيدة دايما نقول التجربة هي خير دليل بلاش ناخد بكل الكلام اللي بيتقال أو اللي بتقوله أنا شركة أوبين إي آي النموذج دا والنموذج دا لو أنت مرتاح مع 4.0 استخدمه يعني لو أنت مرتاح أنا شخصيا برتاح جدا مع 4.0 أو 3 الاتنين ولكن أنا شايفة بصراحة أداء 4.0 حلو جدا على الرغم أنه هو أبطأ من GPT 4.1 و GPT 4.1 ميني لكن أداءه كويس زي ما إحنا شايفين أعطاني كمان جدول وقارنلي فدي حاجة كويسة جدا تعال بقى نشوف حاجة تالي هبتدي أروح لي ال GPT 4.1 و هبتدي أن أنا أحط الأمر بتاعي create one page website for online learning platform باستخدم المثال دا عشان في شوي تفاصيل عايزة يحط لي navigation bar عايزة يحط لي hero section عايزة يحط لي interactive learning path section with a short quiz طبعا أنا برضو لما باجي أختبر ولازم أشوف تنفيزه لكل نقطة أنا طلبتها إي وطبعا بتنساش تفعل canvas و 4.1 ال canvas موجود فيه أما بالنسبة al 4.1 mini مش هتلاقي ال canvas متفاعل فيه فأخد بالك قوي من الفرق ما بين الاثنين هبتدي أدوس enter ونشوف هيشتغل إزاي حيبتدي يفتح في ال canvas على طول أنا شايفة الصرعة بتاعته جيدة مش بطالة شغل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 ولكن احنا هنشوف الاخر قرص النتيجة لان سرعيته ايضا مش بطالة يعني كويسة اشتركوا في القناة اكيد طبعا تنفيذ 4.1 كان افضل واكيد حيب برضو 4.1 مني افضل من 4.0 لكن انا بشكل شخصي بحب 4.0 في الكتابة وايضا في الجزء المتعلق بالتحليل اثري ممتاز جدا ولكن ده لا يمنع انتوا تجربوا وتقولي رأيكم في التعليقات واتمنى برضو المطورين يقولولي ايه الاخبار لانهم اضرب بهذا الجزء في التعامل بقى مع تصحيح الاخطاء وكتابة الحاجات المعقدة او الاكواد المعقدة واشوفكم في فيديو قادم باذن الله تعالى على قناة انفو تكفر يو بحاول اقدم لكم كل جديد مفيد فياريت ما تنسوش تدعموني باللايك والشير والكومنت ولكنت بتشوفنا الاول مرة بتنساش تعمل سبسكرايب لقناة واتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم في العاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة